وضحت الصورة بالنسبة لي تفرق بالعكس ده أنا أكثر اللعابة اللي بحبوهم النادي الأهلي مين اللي بتحبوهم؟ كتير بحبهم كل الجيل بتاعكم بحبهم والله العظيم كل والله العظيم بلا استثناء زعلت من عبدالواحد الساد في الموقف اللي عمله معك في المجرد مش عايز أتكلم فيه كتير بس زعلت منه لا مش حكاية زعلت منه أنا محستش في الملعب يعني أنت عارف طبعا 100 ألف متفارج محستش أنا زعلت اللي جون دخل لأنه كنت عامل مطش كبير قوي وفي دقيقة بين 1 و 41 من الشرط التاني الجون دخل ما ده يعني المدفعيين ممكن تعمل مطش جمد أو البلطة واحد هتنسل نصف الله آه فأنا زعلت اللي دخلت وزعلت على مجهودي فتلاقيت إزاق واحد صاحبي اسمه حمودة اتلاقيته بيتصل بيه ويقول ليه إزاي اللي حصل فيك كده؟ سخاني بقى إزاي اللي حصل فيك كده؟ بتقول لي إيه اللي حصل؟ قال لي حصل كزا 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 أو شكلها وحشها وفي التلفزيون تروب جد مفيش عبدالواحد جاني للبيت وأتظر لي واحد محترم آه جدا أنا أصلي بقى دخوية وعيش لا لا جدا والله ولولا الإصابات والله كان يبقى في حتة تانية والله عبدالواحد السايد والله دي حي أه أحكي لي كواليس كده وأنت موجود في نادي الزمالك قط اللبس بيبقى فيها كواليس الملعب بيبقى لي كواليس فاكر موقف واحد فاكر موقف كان الفترس كان بتهجبنا أنا وإحمد غانم فكونا بالنعب فين المطش ده في الإفريكة التونسو في تونس آه أوكي في بطولة إفريكة فالغانم كان عليه ضغط جبير قوي 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 فالمهم المهاجب بتاع الإفريكة التونسو عدى من فتح الله فتح الله عن قاله قدامي اللعب فتح الله عن قاله من اللي حظه وحش وكان جاي بيجرس برينتون وراه أحمد غانم من اللي أخذ الإنظار من الحكاة وأحمد غانم راح اتكابت له حسن وحسن سحن وحسن الغالبان ما بشبعش قد من اللعيبي اللي كنت بتعمل له حسن في الأهلي كده بجي بتطعب تفكر رابح عمسكوا النهار ده عايزة أعمل مين كان عماد متعب وفلافيو أنا لعبت على كل الناشئين الفراو ده اللي طلعين من قطاع الناشئين نادي الأهلي لعبت على فروق ولعبت على أسامة حسني لعبت على أحمد بلال ولعبت على أحمد متعب مين اللي تعبت بأكتر واحد وكلهم نفس المدرسة يتحرك كتير ويقطع على قريبة نفس المدرسة طلعين من قطاع الناشئين أنا بكلمه على الأهلي بطلعين من قطاع الناشئين الأهلي نفس المدرسة أهو الله العظيم مش عارف ليه النادي الأهلي ما بقاش بيطلع الناشئين دي تل وقت مين مدافع في الزمالك كان بيعجبك وترتاحه وانت جنبه أنا كنت بحب وقيل أباني وبرمس عين وفتح الله كنت بتلعبوا انتو الثلاثة مع بعض احنا في البداية أول ما جيت نادي الزمالك كان كل موصل بتلعب ساعتها ثلاثة خمسة اثنين فكنت بتلعب جنب وقيل أباني وابراهيم سعي أهو انت شفت نفسك كده الوقت اللي انت كنت موجود معنات زملك تزلمت جماهرين ده آخر سنة بس ليه بقى الموقف بتاع مبارات الأهلي ده أثر عليك مع الجماهير لا 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 الجماهير اللي بيبقى عندها حق لما يتقعد فترة كبيرة خمس سنين ما خدتش البطولة واحدة بيبقى عندهم حق اللي عايزين بطولات انت قدم واحد انت هتتشته بتبقى كده بتبقى بال وبس وانا اتلاقيت نفس الدنيا مش متزبطة معي وقلت له خلاص انا همشي في نات زملك احساس بيبقى صعب بعدم نفوز بالبطولة ده ده وحط ضغط جدا يعني انت مثلا في النادي لالي كنا بنكسب البطولات كلها وحين ترجع تلاقي ضغط تلعاست بطولة بسا ملحقناش نفرح ببطولة البطولة تاني سواء لما تخسر سواء لما تخسر بطولة او لما حتى بتكسب بطولة التفكير وعقلية الناديين دايما عايزة بطولات فعلا بشكل كبير طبعا طبعا من اللعيبة اللي كانت قريبة منك بقى من الزمالك يعني اقول لي كواليس من قدت اللبس كده مواقف غريب وسامح حسن كنت انا هو نائر ونقير انا هو وسامح حسن كنا نائر ونقير في قدت اللبس على طول كان مواقف طريفة وطبعا ما بينفعش نحكيها هنا على طول مواقف طريفة منه وبينه وسامح حسن ليك مواقف مع محمد بركات اه كتير اه قبل كده البركات واحنا كنا نازلين المطش اهلي وزمالك فانا متنشي مكشر اتلاته جاي بيقول نكتة اه اتلاته جاي بيقول لي نكتة فانا ما بتحكتش بيقول نكتة اللي حد كان جانبي مش فاكر كان ساعتها مين ايه فهم اضحكوا انا ما بتحكتش فهو احنا بنسلم على بعض في البداية المطش بنسلم على بعض وهم مبديلش ايدي اصلي بتغذر اول الله نظيم مبديش ايده انا اتلاته في كرة بعدها على طوق فيبدأت كرة على الخط وتولت عنه سنة رح تشيل هو بالكرة بقى رح مصصلي بص بتاعته كده اه بص اه بص اه بص كده اه انت عارف هتلاقيه هتلاقي كان بيلعبك هو ده مخفيف اه نعم عسل ايكون في كرة مصرية يا بركاته مفروض ياخد حق والله يا العزيم اه اعلاميا انا شايف استحق اكتر من كده اه والله العزيم اه جدا اه والله هو في الاسماعيلي كان بيلعب لعب جامل جدا هو نفسه هو في الاسماعيلي هو في الاهلي بركاته تمام